أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفوالهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما علينا صعيدا درزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وإن لنا من أملنا رشدا فضربنا على آذارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمبا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد طلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها لو لا يأتون عليهم بسلطان مبين فمن أظلم بهم من افترى على الله كذبا وإن اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفقى وترى الشمس إذا طلعت تزاورا كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فأرى المهدد ومن يطلب فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وممرقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم باسط ذراعيه من وصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رغبا وكذلك بعثناهم لتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطق ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فينا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أبلهم لنبتخذن عليهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظايرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول لمن شيء إني فاعلوا ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يديني وقل عسى أن يديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبثوا له ضيب السماوات والأرض أبصر لي وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصف النفسك مع الذين يدعون ربهم واصف النفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد سينة الحياة الدنيا ولا تبع من أغفلنا طلبه عن ذكرنا وابتبع هواه وابتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث ويضعف بما إن كالممل وإن يستغيث ويضعف بما إن كالممل يشروي الوجود يشروي الوجود بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمرات أولئك لهم جنات أولئك لهم جنات عدل جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيابا خضرا من سودس وإستبرق متكئين متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا كامل حسنت مرتفقا حسنت حسنت مرتفقا وحسنت مرتفقا حسنت مرتفقا وفجرنا فلا لهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تريد هذه أبدا وما أظن الساعة خائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجد أن خيرا منها مطلبا قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطاف ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا طلب كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل علينا حسبانا من السماء فتصبح صميدا زلقا أو يصبح ماءنا غورا فلن تستطيع له طلبا هو أحيط بثمنه فأصبح يطلب كفه فأصبح يطلب كفه على ما أنفق فيها ولي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عطاما وطلب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح عجيما تذرهم الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبلون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا قاربوا على ربك صفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجردين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصادا ووجدوا ما عملوا حاطرا ولا يهلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمل ربك أفتتخذونه وذريته أولياء منها دولي وهم لكم عدو بئس للخالبين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول لا دوش وكائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراء المجرمون النار فظنوا فظنوا أنهم مواقعون ولم يجدوا عنا مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس سأين يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب طرلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحبوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذرهم سوا ومن أعلم مما ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت أداك إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوا وفي آذانهم وطرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يحتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخنوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وذلك القرى أهلكناهم لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم معبا وإذ طالب وسالفته لا أبرح حتى أبلغ وجمع البحطين أو أرضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما لسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا ألا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا نالا نصها قال أرأيت إذ أعينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتدى على آخرهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علم ترشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال قال ستجدني يا جاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلبا حتى إذا ركبا في السفينة خرطها قال أخرطتها لتغرط أهلها لقد جد شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترحطني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي ظلاما فقتلا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك على شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت لدني عدرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أغلنا فأبعوا فأبعوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سألبعك بتحويم ما لم تستطع علي صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما المناه فكان أبواهم مني فخشينا أن يرق هما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه وزكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ وأشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صدرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من وذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عيدها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه على من نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعلهم من دوننا سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجدها دونهما قوما وجدها دونهما قوما لا يكادون يفقهون قونا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مرسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قالا فقر حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه القطرا فما استطاعوا أن يغنروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعملهم في هطاء على الكريم وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من عدوره أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صدعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة عسنا ذلك جزاؤهم جنمهم بما كفروا واتخذوا آياتي وأسني أسوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوز نزلا فالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر أشكر شكرا